بالنسبة لموضوع المقابر وحاخد الكلمة اللي قالها معالي الوزير وهي سواء أثار مسجلة كأثار وبالتالي بينطبق عليها قانون الأثار أو مباني تراثية أو ذات قيمة الكل لازم بيتحافظ عليه وده اللي أنا عايز أأكد عليه وده التصور وده التوجيه اللي كل الدولة تشتغل عليه ما حدث من هذا الموضوع بالتأكيد كان هناك يعني حصل مشكلة وبالتالي كان تم التكليف الفوري لكل الوزارات المعنية بالإيقاف فوري لهذا الموضوع والتأكيد على احترام مش بكلم هنا الأثار الأثار برا الموضوع أبكلم على المباني ذات القيمة اللي موجودة أن لا يتم المساس بأي مبنى زو قيمة في المنطقة وبالتالي يعني اللي إحنا عايز أأكد عليه الدولة المصرية أحرص ما يكون على إن إحنا نحافظ على تراصنا وأثارنا اللي هو جزء من الهوية المصرية وبالتالي أي إجراء يعني حصل فيه نوع من يعني سوق الفهم أو التجاوز في هذا الموضوع إحنا بنشتغل عليه وبنتحرك فيه واللي بنأكد عليه إن إن شاء الله مش حيتكرر تاني في خلال الفترة الجاي دي اللي أنا حابب إن أنا أأكد هذه الرسالة بوضوح لنا كلنا وده اللي إحنا كدولة بنتحرك فيه ترجمة نانسي قنقر